ناقش رئيس مجلس نواب سلطان البركاني مع سفيد جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانج يونغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات وتطورات الأوضاع على الصاحة اليمنية وأفاق الوصول إلى الحل السياسي الشامل الذي يحقق تطلعات وأمال أبناء الشعب اليمني في إنهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار وفقاً للمجعيات الثلاثة والقرارات الأممية ذات الصلة كما ناقش رئيس مجلس نواب والسفير الصيني الأوضاع الإنسانية في اليمن ومجريات تنفيذ اتفاق الرياض وسير تنفيذ بلوده بما يساهم في إنجاح الاتفاق وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد كافة الجهود في إطار المشروع الوطني الجامع وتوجيهها لما يصب في مصلحة الوطن ومواجهة الانقلاب والحفاظ على النظام الجمهوري وثمن رئيس مجلس نواب المواقف الإيجابية لجمهورية الصين الصديقة والداعمة لليمن في مختلف المجالات وشتى الأصعدة وحرصها على إرساء الأمن والسلام في اليمن مستعداً تطورات الأوضاع في اليمن وخصوصاً الجهود المذولة فيما يتعلق بالدفع بعملية السلام الشامل والعادل مؤكداً على ضرورة دعم تنفيذ اتفاق الرياض الذي يعتبر خطوة بحورية في بصار الحل السياسي الشامل في اليمن من جانبه أكد السفير الصيني وقوف بلاده إلى جانب مصلحة اليمن واليمنيين من أجل إحلال السلام الدائم وحرصها على إنجاح اتفاق الرياض معبراً عن أمره في أن يتغلب اليمنيون على كافة الصعاب والتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية اشتركوا في القناة